برد برد يا جماعة برد أنا عارف تمشي بتعودين تشوفوني في الجوائش التوعية وبرد وبتاع بس نهاردة أكيد هو وضع مختلف نهاردة أكيد مش في الاستوديو أنا في غرفة أوتيل في مكان الماء في أوروبا وجوه برد جدا زي ما شايفين التلك أساساً بيتساقط برا وأنا مرة جرب حاجة زي دي وأنا مقتنع جداً إنت لما تشوف الحاجة والوضع بيكون مختلف تماماً إنك تجرب الحاجة وتعيش جواها فعلياً السلام عليكم نحن سلام بيكم فيديو جديد مع عمر دايزر إلا أخبار يا جماعة إن شاء الله جميعا بخير أنا بصراحة كان بودي التجربة بتاعتنا النهاردة تكون حقيقة ونكون في هذا المكان البرد اللذيذ لكن لو مش برد جوا هنا دافع بصراحة جوا كويس إحنا ما زلنا جوا الستوديو طبعاً لنأخذ التجربة الحقيقة ولكن الاخترار العمال النهاردة هديك أقرب حاجة التجربة تكون جوا الحاجة التي تتفرج عليها فعلياً أوكي يا جماعة نكلم جد بقى هذا الاخترار الخطير هو هايسنس L9G هذا بصراحة يعتبر واحد من أكثر الجهزة التي أبهرتني خلال الفترة التي فاتت وهذا لمجموع من الأسباب عوالاً كما ترون المنظر الخطير جهاز ده شكله رهيب جداً وتحس ورايا جرين سكرين أو شيء مش حقيقة ولكن الوقت رعب موجود في الحقيقة ورايا والفكرة الأساسية هنا والحاجة المبهرة فعالين هذا الجهاز يجمع بين فئتين مختلفين تماماً يعني ده تلفزيون لكن مش تلفزيون في نفس الوقت يعني لو ركزتوا هنا هتلاقيوا ان الصورة مش جاية من الشاشة دي مفيش أي أسلاك وصلوها الصورة فعالين جاية من تحت هايسنس L9G ينتمي فيها جديدة جداً وتتسمى لازر تيفي الجهاز اللي ترونه يجمع لك ما بين تلفزيون فعالين ما بين تلفزيون ما بين تلفزيون ما بين تلفزيون ولكن دعونا نركز قليلاً على الحجم التلفزيون التقليدي التي تشتريها أو ترى في السوق سواء كان OLED أو LCD أو غير والحجم التقليدي 55 65 75 85 80 ده اخترار اللي هوري ده 100 إنش وانت لو كنت انت استوعب 100 إنش دي معناها يعني معناها ايه بصدد؟ الا ما تشوفها تشوف حاجة جنبية تشوف الاسكيل كده فعالياً عشان تقدر تفهم فرق الحجم بينها وبين أي حاجة تانية قليلاً شوفت فرق الحجم بينها وبين يعني بص بتاع دعونا فعالياً انت فعالياً في مرحلة الميت إنش دي بتبدأ تدخل في عالم الأجواء السينمائية بتحس انت خلاص قدامك شاشة سينما فعالياً وصدق اولاً تصدق فيه مأس من نفس الجهاز ده من هايسنس 120 إنش إذا عايز كمان تغطي الحيطة كاملة كلها تقريباً في عالم التلفزيونات كل ما تكبر تلفزيون يكون أحسن جداً ولكن الأحجات دي مستحيل تلاقيها إطلاقاً في عالم التلفزيونات التقليدية ولو لقيت حاجة قريبة المأسات دي تمانينات مثلاً مثلاً هتهي الأسعار بتضرب في الفضاء فعالياً أرقام مرعبة ممكن أرقام متشاربة عربيات ليس تلفزيونات وهنا بيجي دور هذا الاخترار الخطير هايسنس دخلها 2022 مع موضوع الليزر تيفي وعلى فكرة الكلام ده موجود عندنا في المنطقة العربية مش خيال عامي هايسنس الناين جي نازل في مأسين المية والمية والمية والعشرين أنا كذن نرد على المية الموجودة هنا اللي حجمه رهيب جداً وخليش لكم بقى يعني ايه الليزر تيفي انتوا عفين أنا مهتم بالبروجيكتور وقربتهم كتير قبل كده وطبع مهتمة برضو بالتلفزيونات الجهاز ده بقى هيديك أحسن حاجة ما بين الاثنين مع بعض عشان تاخد الحجم العملاق انتوا كين ملاحظين أنا أعمال أتجول قدام الشاشة ولو بنستخدم البروجيكتور التقليدي كان زمان هتشوف ضل ورايا وحتشوف يعني هتلاقي الدنيا مش باينة خلاص بس هنا الموضوع مش كده هنا ده مش بروجيكتور عادي ده بتسمى Short Throw أو Ultra Short Throw ده جهاز قريب جدا من الحيطة محتاج فعلا حوالي 30 سنتي بس عشان يتطلق لك الصورة المئة إنش ده البروجيكتور التقليدي هتطلق على بعد مثلا مترين عشان تقدر تاخد صورة بهذا الحجم وطبعا لو اي حد عدى من قدامه وحباوه ضدينيا تماما ولازم يكون سلك رايح من هنا للpower ومعرفش ايه فيلم هنا الموضوع بسيط جدا كل حاجة integrated وعلى فكرة موضوع Laser TV هنا بيجمع لك ما بين الشاشة نفسها اللي انتوا شايفينها دي وبين الجهاز الموجود تحت الاثنين مع بعض هم ده الكومبو اللي بيديك القوة الموجودة هنا الاثنين فعالين يعتبروا باكتج واحدة لما تشتري البروجيكتور بيجي مع الشاشة وعلى فكرة بيجي لك حد من هايسنس لحد البيت عشان يركبها لك ويسبتها لك على حيطة في المكان اللي انت عايزه مصبوط وعلى فكرة دي مش مجرد شاشة عادية مش مجرد حيطة قماشة دي شاشة مخصوص اسمها ALR Ambient Light Rejection Screen الشاشة دي فعالين مش بتعكس الضوء اذا انت حظت الشاشة دي في قوضة فيها شبابيك او فيها لما فوقيك او فيها اضاءة مش هتلاقي بتنعكس انا فعالين قدامي اضاءة الوقت ضربة في وش مش عاملة رفليكشن في الشاشة مش زي التلفزيون الشاشة دي فعالين بتشتت الضوء بشكل غريب جدا خليوا ريكم تجربة عملية نفتح الفلاش بتاع الموبايل و بس اواجهه على شاشة قريب منها و زي ما شايفين مفيش اي رفليكشن لو شاشة عادية او زي التلفزيون او بروجيكتور هتلاقي لير و رفليكشن و زي ما شايفين مفيش حاجة يتوقف في الحتة الغامقة حاجة بسيطة جدا لكن في بعيد شاشة مفيش اي حاجة و دي حاجة غريبة فعالين مش بتعكس ليك انت بس غير الضوء اللي جاي من البروجيكتور نفسه على خلاف كل البروجيكتور اللي جربتها شخصيا اللي بستخدم لامبة عادية او بستخدم لامبة البروجيكتور ده بستخدم ليزر بستخدم رجي بي ليزر فعليا تراي كالر ليزر والليزر ده بنتج عنه صورة 4K HDR مع الوان واضاءة رهيبة بصراحة دي حاجة انا شفتاشة على اي بروجيكتور الكمبو العجيب ما بين الليزر ده و ما بين الشاشة الال اللي بش بتعمل اي رفليكشن بينتج عنه يعني تحسله هو يعني تلفزيون لكن في نفس الوقت بروجيكتور بيجمع خصاص الاتنين بشكل ممتاز وعلى فكرة الجهاز ده انا استخدمته وانا بالنهار يعني فاتح الساتير وتتفرج على شاشة مختلف تماما على اي بروجيكتور حتى بتبقى شايف شاشة كويس جدا حتى وانت بنور النور في القوضة طب احسن تجربة هتاخدها وانت مضل من الدنيا ولكن تقدر تتفرج عليه بالنهار من غير اي مشكلة ودي حاجة بتخلي الجهاز ده مختلف تماما عن اي بروجيكتور جربتوا بلكده بروجيكتور العادية لو نورت النور او فتحت الباب حتى التجربة بتتدمر تماما هنا زي بيقول لكم بالنهار والشباك السترة مفتوحة ليش اي مشاكل وده عشان الاضاءة اللي تطلع من الجهاز ده 3000 لومين ده ارقب محترم جدا بيغطي على اي اضاءة قوية حواليك في نفس الوقت كمان الشاشة دي مش بتعجس اي ضوء تاني جاي لها غير الضوء اللي جاي من الليزر كومبو ده بصراحة خطير وعلى فكرة الالوان مفيهاش تضحية هنا الجهاز ده فعلا بيديك 107% من البي تي 2020 color gamut الالوان هنا واسعة جدا جدا يمكن بتعدي تلفزيونات كتير محترمة اساسا هايسنس على فكرة عندها اكتر من 1300 بيتنت او بلد اختراع عشان تقدر تنفذ هذا الجهاز وعلى فكرة الليزر بيديك ميزة عن اي حاجة تانية ان عمره طويل جدا فعلا الجهاز ده تستخدمه اكتر من 25000 ساعة سنين طويلة جدا من الاستخدام من غير ما تقلق عليه ممكن فعلا تسيبه شغال على wallpaper او فيديو شغال كده مستمر طول ما انت في فترة استخدامك ليه ومن غير ما تقلق على اي حاجة مفيش طبعا burn in او اي حاجة زي دي فعلا هتلاقي جوز في السوفتوير بتاع الجهاز هنا تشغل art او تشغل wallpaper تسيب صورة لطيفة كده على الجهاز طول ما انت مش بتستخدمه وعسيرة السوفتوير خلينا اتكلمكم على هذا الريبوت اللطيف المصنوع من الاليمونيوم حاجة مش كبير اطلاقا وعندك كل اختصارات اللي انت عايزها زي او اس ان نتفلكس يوتيوب شاهد حتى امازون برايم السوفتوير هنا بصراحة ممتاز وسهل وعملي جدا في العادة البروشيكتور سوفتوير بيكون بدائي شوية واحتاج تستخدم معاك كرومكاست ولكن هنا بصراحة مش محتاج هنا كل الحاجات اللي انت عايزها موجودة مباشرة هتلاقي قدامك على طول اختصارات نتفلكس يوتيوب وشاهد موجودة على شاشة وبريفيو عملاق ده الحاجة اللي انت ممكن تكون محتاجة تتفرج عليها يوتيوب هنا بشتغل كويس جدا عندك متكاملة اذا تعمل ساين ان تتفرج على فيديوهاتك الحاجات اللي انت مشترك فيها وما يلازلك وطبعا تجربة نتفلكس هنا كمان خطيرة الجهاز ده فعليا مصمم لنتفلكس بشكل ممتاز في البيت هتاخد تجربة مش فتلاش املي كده في حياتك طبعا اكيد الناس اللي هي في الكرة اكيد الماتشاط هتعزم صحابك كلهم وتيجوا تفرجوا عندك في البيت عشان المنظر هنا بيكون رهيب السوفتوار اللي هنا على الفكرة اسمه Vida Smart OS وعندك كمان استخدام Alexa لو عايز تعمل اوامر صوتية وما الى ذلك فعمتا التجربة السينمائية تاخدها مع الجهاز ده رهيبة اذا حلما كيبع عندك سينما في البيت ده جهاز فعليا مثالي لهذا الموضوع من غير ما تاخد التطحية ان هو مش هيشتغل معاك غير في الضلمة او بالليل غير موضوع 4K غير موضوع الاضاءة الرهيبة عندك كمان دعم HDR10 و HLG وكل حاجة انت عايزة فعليا من هذا الجانب وعلى فكرة انت عندك هنا سماعات تعتبر كويسة الوجهة الامامية الكاملة بتاعتبرها كأنها ساوند بار فعليا 40 واط من الصوت هنا ودعم على فكرة Dolby Atmos فهتاخد كمان صوت دقيق مع الافلام اللي تفرج وطبعا غير الماتشاط وما الى ذلك اذا عندك اطفال في البيت هيتجدنوا من حاجة زي دي وعلى فكرة الجهاز ده امن على العين ممكن اكثر من التلفزيونية عشان تفرج على رفليكشن تبصش على مصدر الاضاءة نفسه هايسنس بتشبهها كأنك بتتفرج على الامر ومش بتتفرج على الشمس عشان بتتفرج على انعكاس الاشعاع مش على الاشعاع نفسه فبيكون مريح العينك وعلى فكرة باخد اعتماد من توفراينلاند وما الى ذلك انه مش مضر بالعينين وعلى فكرة كمان عشان مصدر الليزر موجود هنا على الارتفاع منخفض نسبيا لو في اطفال صغيرين وما الى ذلك في اوشان موجود في سيتنج يمكن تخلي يفصل الليزر تماما اول ما حد يقرب بس غير ما حتى ما يلمس اول ما يقرب بيفصل الليزر لحد ما يبعد ثاني بيشتغل لوحده حاجة مريحة للباد بالنسبة للشكل والتصميم والمنظر طبعا تحجمه اكبر شوية من البروجيكتور التقليدي الجهاز نفسه والشاشة طبعا واخد حجم كبير من الحيطة فلو انت تسايبه مطفى يكون عندك زي مساح كده رمادي كبيرة زي ما تركم تشاغل والبيبر وتسيبها من غير اي ضرر على الشاشة نستمش على اي حاجة او كمان على فكرة هايتنس عندهم اوبشن كده زي فريم برواس دهب كده يعني وبينزل فيه زي رول كده تحط في اي لوحة تحط صورتك تحط صورة اي حاجة وتقدر ترفعه تاني ممكن ابركبه واريهولكو بعد كده ان شاء الله على السوشيال ميديا طبعا عندك هنا مجموعة كبيرة من سيتنس عشان تضبط الصورة وتضبط الصوت كما انت عايز وعند تشبكو بالواي فاي عشان تتوصلوا بالنت او فيه كمان مدخل لان لو انت عايز تتوصل العطور بالنت وفيه طبعا بلوتوث لو عايز تشبكو بسماعات خارجية وحتى بهايتفونز وانت بتستنى عايز تفرج لوحدك تماما عندك كمان مجموعة كبيرة من المداخل فيه يو اس بي فيه على فكرة تي في تيونر يمكن تستخدمه كرسيفر توصله مباشرة بالسلك اللي جاي لك من الساتيلايت وتستخدمه كرسيفر هو شخصيان دي حاجة كويسة جدا وفيه ثلاثة اتش دي ام اي فور كي سيكستي هيرتز وعسية الاتش دي ام اي طبعا من ندرش نفوت مئة انش من غير ما تجرب عليها جيمين دي حاجة اهساسية فتقدر توصل تلاي ستيشن فايف هنا او اي كونسول فعلا وتعيش حياتك تجربة الجيمين هنا بصلاحة رهيبة مختلفة تماما عن اي حاجة جربت لكده فيه جيم مود عشان يقدد لك الاسبونس تايم بتاع الشاشة ويسرع الشاشة شوية طبعا اكتب عندي ده مش مونيتور جيمين يعني مش مصممة للحاجات الكمبيتتف والمالتي بلاير اللازم بالميلي ساكن وعرفش ايه لكن الجيمز الكاجول او بتلعب بسنجل بلاير الموضوع بصلاحة لطيف جدا جدا وتجربة شاشة العملاقة بتغطي على اي حاجة اولا بلاي سيشن بديك فور كي وشكل الجيمز صراحة رهيب والشاشة العملاقة هنا يعني ده حلم كان عندي حس نفس اللعب انت كأنك بتلعب جيمز في السينيما ده حاجة انا كنت تبقى حالة اعملها من صراحة والمنظر جديد انا لم ارى المنظر ده في الجيمز انا شكله خطير جدا جدا وعرفك الريسبونس مش ساي اطلاقا انا مش حاسس يعني بانبوت لايك بطيئة كل حاجة بصراحة مش سايقة ابدا زي ما انتوا اكيد من الحظين انا مواجب جدا بهذا الجهاز ولكن طبعا فيش حاجة مسائلية فيش شوية نقاط ضعف هنا وحاجات تخليها في بالك اولا عملية السيت اوب نفسها زي ما قلت لكم بيجي لك حد من هايسنس عشان يعلق لك الشاشة ولكن دي مش حاجة لها تشتريها وتحطها وتشغل عطول لا بحتاج فيه سيت اوب كده فيه جولة من التركيم لازم تتعمل قبل ما تشغله الحاجة الثانية لازم تتأكد البروجيكتور يكون في مكانه مظبوط ما يتحركش عشان تفعيل البروجيكتور مظبوط على مقاسات الشاشة بالزوايا بتاعتها فلو تحرك يمين شمال او حد خبط الترابيزة او حاجة زي كده اتطر انك ترجع تزبطه ثاني عشان الصورة هتطلع البره او هتكون منحرفة شوية فيه سيت اكز سهلة تتخليك تزبط يمين شمال ولكن برضو تحطه في بالك وهو ألترا شورت ثرو حوالي ثلاثين سنتي من حيطها لكن برضو تخلي بالك ان تكون عندك الترابيزة او الجزء المناسب اللي تقدر تحط عليه هذا الجهاز عشان محدش يعترض هذه المساحة هم على الفكرة هايسنس بيعوا كابنت مخصوص كده عشان تقدر تثبته فيها من غير ما اي حد يخلطها بس اذا انت عندك الحيز اللي ياخد شاشة وعايز تستغله فعليا ده جهاز مش هيخيب امالك اطلاقا بصراحة اختراع رهيب سأسم لكم اكيد لينكات في سندولوس تحت الفيديو اذا احببين تعرف عنه اي تفاصيل او اتباع فين او ما الى ذلك وبس دي كانت كل حاجة احتاج تعرفها عن الليزر تي في الناين جي من هايسنس جهاز رهيب جدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي بسلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة